لا بعض الامهات او كل الامهات عشان كلها بتعاني من المشكلة ني. وهي ان ابني بيعض كتير او بيشتم كتير بملاف السيئة او بيبسك وبيبسك معناها بيتف. بيعمل الموضوع ده كتير جدا جدا وانا حاولت احط حد كزا مرة للموضوع ده ولكن مفيش بايد. طيب الاطفال من سن اربع سنين لسبع سنين او تمان سنين الموضوع ده بيزيد عندهم احيانا للاطفال اللي اتخدوك كعند. كعند يعني ايه عشان تعالدك فبتشوف ان الموضوع ده بيباقي كفاة تعملو. طيب يلا ده انا عملت ايه? تعالوا نشوف الحلول التقليدية ونلجأ لاخر حل انا بعمله في الاخر خالص لما بكون جدت اخري مع الطفل اول حاجة انا بحاول اتكلم معاه ان ده تصرف غلط. تاني حاجة مبدأ اعمل ايه? قدي نفس في كل مرة يعمله. يعني هو النهاردة بيشتم فانا بدي نفس هو وش خشب. ده غلط. ده غلط. بس. بدي نفس في كل مرة اللي بيباين ان انا متضايقة ولا زعلانة ولا مخنقة ولا اي حاجة. ده غلط. وش خشب عشان ميحسش ان هو انتصر علي. لانه لو شاف مي زعلانة يبقى كده بالنسبة له انتصر. فكل مرة هو عايز اتضايق فيها ماما. فانا هعمل اتصار بتاع عشان بيباني عليها ان هي متضايق. ده مفيش فايدة. اتكلمت معه بيني وبينه مفيش فايدة. خليت حد مقرب ليه اتكلم معي. ومفيش فايدة برضو. بقى هعمل ايه بقى في الحالة الاخيرة فالس. اما بكون عملت كل الوسائل دي معي. ولكن باسلوب كويس جدا ما امملش كده مرة وارجع اشتمه في المرة التانية. ممنوع. ببدأ اعمل ايه بقى? ببدأ اروح لحاجة عقاب بسيط جدا. وهي اني بجيب صبر او زنالة. الاتنين مش مضرين للاطفال. اخد من طبقة الزنالة دي او الصبار حاجة بسيطة جدا على معناه. وبحطها على طرح لساني. لان الموضوع ده بيخلي عنده مرار جامل. فده النوع من انواع لعقاب هات قوليني مضر اقول لك لأ مش مضر هو مرار مؤقت وبعد كده بيروح.